موسيقى سأكمل لك قصة كاملا بعد أن أبنوا أحبا بضيوفنا الكرام أهلا وسهلا فعاليات وأنشطة طلابية شهدتها بعض من مدارس تكريت للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من خلال إقامتها مخيمات كشفية هدفها تعزيز روح التعاون والمحبة بين الطلبة والتي تأتي بالتزامن مع يوم الأخوة العربي يوم هذا اليوم يوم الأخوة العربي لأموم العرب حقيقة يدول على أن هناك الأخوة والحميمة بين أبناء هذه المحافظة وأبناء المحافظة الأخرى وبهذا المناسبة يقيم مخيم الكشفي لطلاب محافظتنا العزيزة يعني هناك تنظيم جيد ومرتب وحقيقة نحن نبارك جهود كل من نسعى في خدمة هذا المخيم ونتمنى أن نكرر هذا العمل مرة ثانية المخيم حمل طابع الانضباط والإتقان في العمل ولم يخلو من اللمسات الفنية والابتكارات الطلابية التي أطفت لهذا الحدث جمالية أسعدت الملاكات التعليمية فيه الحمد لله وشكر كما تلاحظون التلاميذ فارحين بهذه المناسبة الجميلة طبعا نشكر النشاط الرياضي على هذه الفعاليات القيمة التي تتم نجاح المدارس في قضاء تكرير كما تلاحظون التلاميذ فارحانين بهذا الموسم الجميل نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعم على بلدنا الخير والسلام والأمان إن شاء الله عقمنا هذا المخيم السنوي بمناسبة يوم الأخوة العربي وهو طبعا مبادرات الطلبة والمدارسة والفرق المشاركة هو الأهم شيء يعني عندنا دائما هو إحنا اعتمادنا على الطالب والتلميذ إنه لازم يترفه ويتعارف على بقية أصدقاء وزملاء وهو عمل كشفي يقوم بالتلميذ بمساعدة طبعا المعلي ومالته ويجي هنا نقدم الأعمال وإحنا بالدور نشكر جميع الفرق المشاركة ياسر عدنان قناة صلاح الدين الفضائية تكريت موسيقى 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 اشتركوا في القناة